اشتركوا في القناة في مصر طلبوا مني ان اعيدها باللغة العربية حتى يستفيد على الاقل ابناءنا في كليات الاثار في مصر وبعض الزمناء هحاول في هذه الحلقة اول حلقة باللغة العربية اسميها الاقصل المقدسة واحد او الاولى يعني بس في هذه الحلقة اعطي مقدمة عن بحسي في الاثار مقدمة بسيطة وبعد كده نبتدأ نشرح شيئا فشيئا هذه النظرية اسمي سيد يوسف محمود نوح ارتحقت باثار القاهرة سنة 79 يعني انا قضيت في اثار القاهرة 79-80 وبعد كده تحولت الى اداب سهاج قسمة اثار فقضيت فيها تخرجت 1982 يعني انا في اثار القاهرة كنت ايام العمالقة الدكتور المرحوم عبدالعزيز صالح بتحفة حندوسة وكل هؤلاء الكبار وسيد توفيق يعني كل هؤلاء درست عليهم يعني استاذنا عبدالعزيز صالح عملاق فيما قبل التاريخ يعني حتى الان يعني ارجو ان تجود مصر بمصر لهذا الرجل فيما قبل التاريخ بعد ما تخرجت من كلية الاداب قسم الاثار بسهاج ارتحقت بالعمل في هيئة الاثار في الاقصر اني انا من الاقصر يعني في حوالي 18 عام عملت في حقل الاثار تنقلت في هذه السنين في جميع مناطق الاقصر سواء في الشرق او الغرب معبد الاقصر ومعابد الكرنك والبر الغربي كله يعني حتى تركت عملي في الاثار 2001 وهجرت الى انجلترا وانا ما زلت مقيم هناك كان اخر منصب لي في هيئة الاثار كنت مسؤول عن ادارة التوصيق الاثري بالاقصر هنا تعلمت من قراءاتي الاثرية واللغوية اني اصرار المصريين كلها موجودة في العلامات الهيروغليفية كل اثار المصريين القدماء موجودة في العلامات الهيروغليفية والعائق الوحيد امام دارس الاثار هو كيفية التوصل الى المعنى والدلالة الحقيقية للعلامة وده صعب جدا ذلك لان المصري قد يستخدم العلامة الهيروغليفية الواحدة لأكثر من دلالة واكثر من المعنى حتى لو ارتبط بين المعنيين خيط ذهبي بسيط غير مرئي هندي مثال يعني المصري القديم او الكاتب المصري القديم الحصيف كان يستخدم العلامة الهيروغليفية الواحدة لأكثر من دلالة بالرغم ان هي واحدة بس لأكثر من دلالة الصعوبة التي تقابل الدارس لازم يتعرف ويصل الى الدلالة الاولى الحقيقية للمعنى لان منها ممكن ان يكتشف اشياء كثيرة لو ادينا مثال مثلا حرف الحا او علامة الحا طبعا بنقول علامة مش بنقول حرف لاني هناك علامة لها صوت وعلامة من صوتين مر وعلامة من ثلاث اصوات احنا نقول علامة هيروغليفية علامة الحا هذه العلامة دي بتمثل ايه حسب الاساتزة الاسريين يعني علماءنا قالوا ايه هو التعريف اللي وصلوا اليه وذا اخر تعريف كتبه البروفيسور باري كيمب يعني كان بيتحدث هو جمع بعض العلامات الهيروغليفية وتحدث عنها شرح هذه العلامة قال بتمثل فتيل من شرائح ضيقة من الكتان ملتوية من كل الطرفين يعني زي توستد تتضاعف بشكل طبيعي من الخلف يعني بتلتف حول نفسها وقد تم توضيح استخدام هذا الكتان بشكل جيد كفتيلة تستخدم لإنارة المصباح المصري يعني بالزبط لو عادينا ما استلها ببساطة زي بنقول نحن في الصعيد اللمبة الفلاحي يعني هي دل فتيلة بتاعت اللمبة حتى الآن في علم الآثار وفي علم هذه اللغة لا يوجد أي تعريف من العلماء غير هذا التعريف يعني هذا هو تعريف هذه العلامة ولكن تأخذنا الدهشة إذا علمنا أن إحدى حركات الشمس أثناء خلقها كونت شكل هذه العلامة ثاني تأخذنا الدهشة لو علمنا أن الشمس أثناء خلقها كان لها بعض الحركات في بعض هذه الحركات الشمس في سيرانها كونت هذا الشكل كونت هذا الشكل أنظر بقى إلى زكاء وفطمة قل ما تشاء وحصافت ومدى هذا العقل المصري الكبير أن استحضر شكل إحدى حركات الشمس التي هذه الحركة من الشمس مصدر النور الكوني في الكون واستخدم هذا الشكل كفتيلة للمصباح المصري ليؤسس به إنارة منزلية يعني وكأنه يستحضر إيفوك يستمد من النور الأصلي للشمس ليخلق نور صناعي حتى الشكل بالنسبة للمصري مفيد يعني إذا لو نفتكر في في الشعر العربي القديم تشبهوا إن لم تكونوا شوف تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاحوا يعني شوف المصري القديم حتى الشبه عنده مفيد يعني هذه الحركة التي خلقت أثناء خلق الشمس ممكن نأخذ هذه الحركة ونعمل فتيلة على شكل هذه الحركة ونستخدمها لاستحضار نور أرتفيشيال نور صناعي من النور الأصلي للشمس تمام طيب هذه الحركة كيف توصلنا إليها ننسبتها أنها حركة من حركات الشمس أثناء خلقها في منظرين فقط في التاريخ المصري القديم يعني هناك منظرين صعب إلى الآن تفسيرهم هذه المنظرين دول بشرحهم يدين هذه الحركة ولكن من أهمية هذه الحركة الذي أريد أن أضيفه هنا لو نظرنا إلى هذه الكلمة نحح نحح يعني إترنة أبدية يضع قرص الشمس في المنتصف ويضع الحركة على اليمين والحركة على الشمال طبعا أنا شرحت قبل كده في بعض في بعض مداخلات الإنجليزية قلت أني في الهيروغليفية أني كلمة يصار إيابت بتعني يصار وشرق وكلمة يمين إمنت تعني غرب ممكن تكون يمين تمام يعني وكأنه يقول أن الشمس شرقها وغربها هذه الحركة ما معنى هذا أيضا معنى هذا إذا وجدنا المكان المكان الأصلي في مصر الذي حدثت فيه هذه الحركة يبقى هذا هو مكان الأبدية وما هي الأبدية بالنسبة للمصريين آخر الزمان هل هناك أبدية غير آخر الزمان بس آخر الزمان يبقى من قوة هذه الحركة ودلالتها عند المصر القديم شوف جعلها حول قرص الشمس نحح أي أبدية منظرين فقط في التاريخ المصري القديم يشرحوا هذه الحركة تخيل معي مثلا منظر كهذا دولة ثلاث رجال من المقبرة مية أو المقبرة الملونة في القوم الأحمر دي اكتشفها في ريدريك جرين 1898 مع جيمس كيوبل هذه هو المنظر العام دولة ثلاثة هم هنا بس أنا كبرت المنظر هؤلاء الثلاثة إلى الآن من الصعب شرح هذا المنظر جدا صعب جدا شرحه يعني أنا قاسيت حتى توصلت إلى شرح هذا المنظر كل واحد منهم ماسك عصا أها عصايا اللي في المنتصف وراني العصايا كاملة ليه لأنه هو بروفايل كامل وده وراني آخر العصايا لأنه بيلف بيلف في ناحية شماله ولذلك خلالي الخصر بتاعه الفيع تمام وهذا وراني العصايا مقدمتها نصف بايل لأنه بيحدفها الفوق تمام لو إحنا شرحنا هذا الجيم اللي بيحصل بين هؤلاء الثلاثة لأن الفنان المصري زكي جدا لازم تضع في عقلك هذه الجملة ما فيش حاجة في الفن المصري القديم سواء تمثال أو قطعة أسرية أو منظر أو بردي أو يهيأ لك أنها غلطت أو غلطت فنان لا 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 هذا كلام غير مقبول الفنان المصري عندما يضع شيء هو يعني يقصده تماما يعني كمثال كمثال عشان أقرب المعنى إليكم هذا الرجل الأولاني لو بصينا للآس بتاعه هو يدفع نصفه الأسفل تجاه الرأي لأنه هو بيلتوي ناحية يساره فلما يلتحي ناحية يساره يبقى فخزيه ومؤخرته تاجي إليك أنت الرأي على عكس هذا الرجل شوف شال خالص شكل المؤخرة خالص ليه؟ لأن مؤخرته بتتجاه عكسك أنت كرأي لأنه هو جاي ناحية أنا يبقى الفرق بين التنين دول ده بيلف ناحية يساره ومنتصفه الأسفل جاي ناحية أنا وهذا الرجل بيلف ناحية يمينه ومنتصفه الأسفل بعيد عن الرأي دي حاجة يعني يعني ليه لم يظهر هنا وأظهر هنا طبعا شرح هذا المنظر سوف نأتي إليه لأنه هياخد حلقة لوحده عشان نشرحه هذا منظر المنظر الثاني هذا المنظر في إناء في المتحف المصري ببرلين هذا سلاس سمكات تخيل معي أن نفس العمل اللي بيقوموا به الثلاثة دولة في شكل جيم يعني في كرة بينهم غير مرئية كرة بينهم غير مرئية ودي من قوة الفنان يعني هم يتناقلوا كرة هو تخيل أن الشمس كرة ويتناقلوها طبعا هو ده تخيله عشان يوريك شكل العلامة الحه اللي هي الثلاث دوائر هذه الثلاث سمكات لو نظرنا وحققنا النظر فيهم بيقوموا بنفس العمل بتوع الثلاثة دول يعني لو افترضنا دي المقبرة مية حوالي تلاث تلاف ومية قبل الميلاد دي دولة حديثة تاع الف وتسعمية أو الف وثمانمية قبل الميلاد حاجة كده في الحدود 1500 في الحدود دي لو حاولنا نقيم مثلا تشابه بين هنا وهنا تشابه بسيط لو كبرت المنظر لو نظرت إلى رأس هذا الرجل الأول ومديني بيك بالزبط عامل ووجهه مثل البيك بتاع الفوركون بتاع الصقر حتلاقي في سمكة هنا لو انت كبرت لو كبرت الفم بتاعها قابضة على منظر بالزبط بيمثل نفس شكل منظر هذه الرأس بالميلي طبعا أنا ما كبرتعش لاني سوف أشرح هذا المنظر في المستقبل هنا في بالنسبة للشمس أثناء خلقها لم تتوقف على هذه الحركة الوحيدة التي خلقت لنا حرف الح اللي هو ح أو إتش بالانجليزي ولكن هناك حركات أخرى للشمس بجانب هذه الحركة مما أدى مما أدى وده مهم جدا حضراتكم حتجد في كم كبير من المناظر سواء تمثيل مناظر مرسومة قطعة أسرية صغيرة في شيء من العلماء وصلوا إليه قالوا أخطاء الفنان أو إهمال الفنان تمام وتحدث عن هذا الموضوع بكسافة الأستاذ إيريك هورنونج في أحد كتبه فكرة في صورة هنا مثلا لو نظرنا حتجد مثلا أحياني يديك القدمين يمين قدمين الواقف يمين أو القدمين الواقف يصار يعني لو نظرت بكل باهتمام إلى منظر توت عن خامون الشهير هو وزوجته قدامه بتقدمه بعض الورود ويده على العرش انظر إلى يده حتجد يده الكف لا يمشي مع اليد يعني إن كانت كفه يصرح إن كانت إزراعه ويصرح هتلاقي الكف يمين وده حيظهر معانا دلوقتي في منظر في المقمعة بتاعة معرمان كل هذه ما سميت أخباء ولا سيما مناظر التناظر المتكررة يعني هتلاقي حتى عندي بعض الأسياريين الإنجليز تعجب تعجب من كسرة المناظر المتكررة عند المصريين يعني تلاقي المنظر المكرر مرتين هذه حركة من حركات الشمس وسوف نتحدث عنها برد هذه حركة وحركة كبيرة تساوي حركة حرف الح يعني مثلا في لوحة لأمنمحات في الفيوم بردو كرر المنظرين هتلاقي كسير من المناظر المتكررة بس في هذه المناظر المتكررة ماذا أرجو منك أرجو أن تدقق النظر في المكرر من العلامات الهيروغليفية يعني مثلا لو هنا علامة الصقر على اليمين مكررة على اليسار حاول أن تقارن بينهما لا يمكن أن تجدهما في نفس المقاس من الصعب جدا ليه لأن الحركة اللي بتمسلها هذه مناظر التناظر حركة حتف كرة لأعلى بتحدى في الكرة من ناحية هذا الرجل زي في مع نشرة من ناحية يساره وتاجي ناحية يمينه تخيل أن الكرة تتحرك هكذا أي الشمس تتحرك هكذا المصري القديم رسم كل علامة هيروغليفية في وضعها حسب مسيرة كرة الشمس يبقى لو لقيت أي هير الهوك أو الفالكون لا يمكن تلاقيه بنفس القياس أو بنفس حتى الحجم ممكن تلاقيه ده كبير وده صغير أي منظر تناظر عشان دي مهمة جدا لأنك حتساعد في الفهم أي منظر فيه تناظر أو مكرر من الصعب جدا أن تجد العلامات الهيروغليفية في كل الجانبين بنفس الحجم موضوع ثاني بص في أي جملة فيها ديول فيها ثنائي فيها مثنة لا يمكن تجد أن العلامتين المثنة بنفس الحجم ده بخليك حتى في الجمع البلورال لو كرر الحرف اللي نحن عارفين الجمع ممكن يكرر في الثلاث مرات تمام في الثلاث مرات لا يمكن ده كمان لو داك في البلورال لو كرر لك لا يمكن أن تجد المسافة بين الأول والتاني كالتاني والتاني لا يمكن من الصعب جدا لازم مسافة ما بين الأول والتاني أكبر أو أصغر أو أصغر زي هنا المسافة بين هذا الرجل وهذا الرجل أكبر من هنا لا يمكن يعني بص حتى في نفرو نفرو كلمة نفرو لما كرر الويند بعيب القصبة الهوائية والقلب ثلاث مرات لا يمكن تجد المسافة متساوية من الصعب جدا أصل هنا إلى مقمعة وصلاية مع المر لهم بحسي اللي أنا بحست فيه أيام كثيرة حتى وصلت إلى هذه النظرية ما هي المقمعة ما معنى كلمة مقمعة وما معنى كلمة صلاية هنا نرجع إلى اللغة العربية القمعة في اللغة العربية تعني الرأس يعني المقول قمعة تعني الرأس والمقمعة سلاح يضرب الرأس فقط يعني هو سلاح خلقة فقط ليضرب على الرأس لذلك أنظر التشاوه بين كلمة قمعة ومقمعة تمام هنا المقمعة هي عبارة عن عصة أو قضيب من حديد ينتهي في آخره بإعوجاج يعني هو قضيب من حديد في إعوجاج عشان هذا الإعوجاج ينزل على رأس العدو أو بشكل مضخم أقرب إلى الدائرة يعني في حروب في حروب العصول الوسطى في أوروبا حتى لو نظرت إلى أفلام العصول الوسطى في أوروبا لما كانوا بيحرب في مقمعة بيد من حديد وسلسلة طويلة وتنتهي بكرة من الحديد للضرب على رأس العدو دي بالنسبة للمقمعة ما هي الصلاية في اللغة معنى كلمة صلاية الصلاية هي مدق الطيب والتوابل والأعشاب يعني عبارة عن حجر بيقعد يدقوا فيه الطيب والتوابل بالزبط زي ما نقول يد الهون تمام في مصر القديمة استخدموا هذا اللوح من الحجر ليطحنوا عليه الكحل أو يطحنوا أشياء مختلفة من الكوزماتيك ده بالنسبة لمعنى كلمة مقمعة ومعنى كلمة صلاية يعني أرجو من أبنائنا الطلاب في كليات الأصار يبقى هو فاهم أي كلمة مقمعة وإي كلمة صلاية لأنه دول من أهم اللي حيدرسوا فيه مقبل التاريخ 1898 اتنين من علماء الآثار أنا أتحدد دلوقتي عن الاكتشاف بتاع المقمعة أو الصلاية اتنين من علماء الآثار واحد اسمه جيمس كيوبن والتاني اسمه فريدريك جرين سنة 1898 اكتشفوا ما أسموه كمية كبيرة من الآثار والقضاء الأسر هم من سموا هذه القضاء الوديع الرئيسية مين دي بوزيت فين اكتشفوها في سياج يعني حوال انكلوجر صور لمعبد حورس في هيراكنوبلس تمام حنعرف فين هيراكنوبلس دي الوديع الرئيسية اللي لقيوها دي الكمية الآثار اللي وجدوها دي مجموعة من اللوحات ومجموعة من المقامة رؤوس وتماسيل عاجية من حوته اهم قطعتين في كل اللي وجدوه في نظري كأسري مقمعة وصلاية معرمى يعني كل اللي وجدوه دول مهم لكن من الناحية التاريخية اهمهم مقمعة وصلاية معرمى نشوف دي المقمعة دي موجودة في متحف الاشموليا في اكسفورد معروضة هناك تمام المقمعة دي شكلها كمسري زي الكم متره بريفورم فيها عشر مناظر فقط طبعا حنجاوب لما حناجي نشرح معنى هذه المناظر ودلالتها حنقول ليه عشرة يعني ليه هو اكتفي يخليها عشرة ليه ما خليهاش اكتر من عشرة ليه ما خليهاش اقل من عشرة يعني انتبه كل شيء بيضع الفنان المصري له دلالة ومهم عنده فحنعاوزين نحتمل بكل خط هو بيعملها في العمل الصلاة معروضة فيه لما بتخش المتحف المصري عندنا في التحرير من اهميتها ودي يعني تشكر عليها هيئة الاثار تجدها جدامك امام بس تتشكر في اول الباب تجدها جدامك الصلاة لانها دي من اهم القضع الاسري يعني انا اشكر الاخ الزميل في المتحف اللي هو وضح في المقدمة لانه فهم ما معنى هذا الاسم هيراكو نوبلس المنطقة هيراكو نوبلس هو منطوق يوناني طبعا عارفين لما اليونان دخلوا مصر سنة واحد وثلاثين غيروا جميع الاسماء كله خلوها اسماء يونانية حتى حورس حتى اوزوريس كله اسماء يونانية بدرجة انهم حتى يعني انا اتعجب من حتى رجال الاثار يعني لما يقول اوزوريس يعني لازم تذكر الاسمه الفرعون او اسمه الهيروغريفي ازر يعني يعني انا ما زالوا الطلبة عندنا ابنائنا الطلاب يقولوا ازوريس من الصعب ان يقولوا ازر ويقولوا ازيس من الصعب يقولوا ازت او ازة تمام يعني من الصعب اني حورس الى الان كله حورة لكن هو اسمه حر او حر وبعدين في شيء بيلفث النظر في النطق عندي يعني لماذا جميع الكلمات الهيروغريفية كسرت في نطقها يعني لماذا في حورس يقولوا حر بالكسر على الحر مثلا لماذا لم يقولوا حر ولا سيمة ان الانبن الرمز بتاعه الصقر والصقر الذي هو رمز الحرية الذي يطير في السماء في حرية يعني ممكن يقول حر هل هذه الاسماء وهل هذه المنطوق اليوناني اراد ان يبعدنا عن المنطوق الاصلي المصري انا ارى نعم نعم اراد ان يبعدنا يعني انا لو لو سمي لي حورس ونضق دائما في المحاضلات حر او حر او حر تخذني هذه الكلمة حر ماذا يقصد بكلمة حر ولا سيمة ان الصقر هذا الحر الذي يطير بحرية في عنان السماء كاستغدم رمزا له يبقى يقصد كلمة حر في العربية وده وده برضو هذا سكشن اخر نتحدث عنه بعد كده هيراكو نوبليس منطوق يوناني تعني مدينة الصقر يعني هم من سموها تعرف الان ده علماء الاصار نهده اسمها باللغة العربية الكوم الاحمر الكوم الاحمر دي موجودة بالقرب من اتفو واعتبر كل من تشيرني والمرحوم عبد الحليم نور الدين رحمه الله ورحمة واسعة ان الكاب والكوم الاحمر كلاهما يمثلان الاقليم التالت من اقليم مصر العليا الجنوبية وان كان فيه اراء تاني في هذا الموضوع ولكن انا امير الاراء عبد الحليم نور الدين فين يقعوا كلاهما يقعان على بعد تمانين كيلو متر جنوب الاقصر يبقى والكوم الاحمر والكاب الكوم الاحمر في الغرب والكاب في الشرق كلاهما يواجه الاخر الى بالجانب 82 كيلو جنوب الاقصر هنا كلمة الكوم الاحمر يقال برضو ان كلمة كوم تشير الى التلال المكونة من اصار المستوطنات القديمة زي لما بيقوموا رجال العلماء العلماء الاصار اللي بيعملوا حفاير في منطقة بيقوموا الطراب حيودوه فين يعني على منطقة جانبية ويقوموا يعملوا كوم من هذه الاتربة سمي الكم ويعتقد برضو ان هيراكنوبلس في صعيد مصر كانت احدى عاصمتي مصر فيما قبل التاريخ والعاصمة الشمالية كانت بوتو او به في دلتا مصر السفلة هي تل الفراعين دلوقت اسمها بالقرب من دسوق في كفر الشيخ ديبة مستل الاقليم التاسع عشر من الاقليم مصر السفلة برضو يعني كانت عاصمة مقمعة معرمر عبارة عن رأسي من الحجر الجيري دي من الحجر الجيري يعني متصل بعمود هذا العمود سواء كان من الخشب ليس في يدنا العمود الآن سواء كان من الخشب او بعض الاحيان من العاج او القرن كان العمود مدببا يعني مدببا بحيث يبقى رفي حتى يتمكن الانسان من نسك طبعا انا لا امين الى هذا الرأي يعني انا لا امين الى هذا الرأي يعني هذه المقمعة لم يستخدمها ولم تستخدم لحرب اصلا يعني هناك اسئلة كبيرة حول هذا الموضوع يعني لماذا صورها عشر مناظر ده سؤال ولماذا صورها على مقمعة ده سؤال تاني يعني ليه هو اختار مقمعة ليه لماذا اختار مقمعة ضبما كان ممكن يصورها على جدار ولماذا اختار مقمعة برضو لسبب رأس المقمعة زي ما قلنا بريفورم يعني يكون مسرية الشكل يعني مش دائرية كاملة وبرضي سؤال ليه خلىها بهذا الشكل ضبما احنا بمبص للشمس ان كان هو الموضوع يقص الشمس ضبما بالشمس بمشوفها دائرية يبقى وكأنه اراد ان يسجل لنا حركة للشمس حركة دائرة يعني حركة لايف حية لانه كل ما سمس تتحرك مش هتكدر شوفها دائرية وهكذا المتعيد هو جعلها على هذا المنوات ارتفاع هذه المقمعة 19 سنتيمتر يعني 19 سنتيمتر وثمانين مل القطر الاقصى بتاعها يعني اكبر قطس التساع 18.7 سنتيمتر قطر القاعدة 8.5 سنتيمتر قطر التجويف دا اللي كان في عصة 4.5 سنتيمتر صلاية نعرمر اللي هي دي دي صلاية نعرمر دي اللي حتجدها في مقدمة المتحف المصري انت وداخل تمام صلاية نعرمر دي من حجر الشست حجر صلد برضو طولها 64 سنتيمتر عرضها اكبر عرض لها 42 سنتيمتر هي عبارة عن روح من الحجر زو وجهين قادي دا الوجه الاول ودا الوجه الثاني يعني حسب الشرح وحسب ما وجدت في بحسي هذا الوجه الاول ودا الوجه الثاني وان كان بعض الاسرين اعتبر هذا الوجه الاول طبعا بعد ان نشرح ونفسر كل هذه المناظر سوف يتضح لنا بسهولة ان دا الوجه الاول هنا في وادي الملوك في مقابر وادي الملوك طبعا هذه المقابر ملأة بنصوص الكتب القديمة سواء امدوات الأبواب كتاب الليل وكتاب النهار وكان الموضوع الرئيسي في نقوش كل مقابر وادي الملوك معظمها يعني الموضوع الرئيسي لهذه المنصوص على جدران هذه المقابر توصيف المعجزة اليومية المتكررة لتحول الشمس يعني تحولها من الشرق الى الغرب او من الشروق الى الغروب او من البياد الى الحمار من البياد مع شروق الشمس اي بياد ولذلك حتى يأخذنا هنا بالنسبة لكسوة الهرم من كورا كان مكسي بالحجر الجرانية الاحمر تمام والهرم الاكبر كان مكسو بالحجر الجيري الابيض يبني عندي حجر ابيض وعندي حجر احمر ما معنى هذا وعندي تاج مصر العليا ابيض وعندي تاج مصر السفلة الشمالية احمر يعني الصعيد ابيض والبحري احمر ده بيشير الى ان الشمس لما بتشرق في الصباح كل شيء ابيض منور كل شيء واضح وجلي فشبه المصري القديم البياد بشروق الشمس وشبه غروب الشمس وقت الشفق الاحمر حتى في اللغة الشفق احمر بغروب الشمس ولذلك الشمس عندنا من الشرق الى الغرب ولذلك في معظم النصوص المصرية تجد المصر القديم يربط دائما الشرق بالجنوب ويربط الشمال بالغرب يربط الشرق بالجنوب ويربط الشمال بالغرب يبقى كغروب الشمس تمدد من الشرق الى الغرب اي من الجنوب الى الشمال ولهذا انا ارى ان الرؤية الحديثة اللي كان فيها قولان في ما زال فيها قولان الان في مصر في هيئة الاثار انا احب اقول هيئة الاثار محبش اقول المجلس الاعلى احب اقول هيئة الاثار في هيئة الاثار ان ارادت الهيئة تكسو تكسو هرب من كورع اللي هو من كورع بنامد يكسوه بالحجر الجرانية الاحمر وده هذا حق وهذا لا بد أن يحدث ليه؟ لأن إحنا لا نستطيع أن نلوم هيئة الآثار إذا أرادت أن تكسوا هرب خوفه الأكبر بالحجر الجيلي لأنه وكان كله مكسوا بالحجر الجيلي ده هدفه هنا خوفوا بالحجر الجيلي الأبيض وهنا من كاورع من جاء بعده أي غروبه الغروب يعني بمدة طويلة ما بين هذا وهذا بالحجر الجيلي الأحمر فأنا أرى أن هذه فكرة في ذاتها محقة يعني بغض النظر عن من يرفض أو عن من يقبل أنا بعيد عن هذه المشاجرات لكن من ناحية الأسرية في كل أبحاثي في موضوع لأن أبحاثي عن المقمعة والصلاية جعلتني أجيب على أسئلة كثيرة عويصة بين الأسريين لم يجدوا لها حل إلى الآن يعني مثلا معبد الدير البحري الحجر بسوت لما بني على سري تراسس ثلاث نور الرجال إلى الآن ما فيش أراء فيها ربما يعني بيقول لك بيحاول يقلد معبد منتو حتب بتاع الدولة الوصلاة 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 12 وها برضو ما زالت المشكلة قائمة يعني إذا كان معبد منتو حتب بني على المدرجات ما السؤال موجود؟ مثلا ما زال السؤال والتساؤل حي موجود ليه بنابئ هذا؟ بحسي قد شرح هذا وعرفنا إذا هذا شيء هذا متصل بحركة من حركات الشمس أصلاً تمام؟ هنا بالنسبة الموضوع الرئيسي نرجع لمقابر وادي الملوك الموضوع الرئيسي هو توصيف المعجزة اللي بتحول الشمس اليومي من الشروق للغروب ده الموضوع الرئيسي في الكتب الدينية اللي يكتبوا هنا نعرمر في الصلاة وفي المقمعة يعتبر هو أول ملك في مصر القديمة عبر عن هذا المفهوم بكل أريحية يعني بعد أن نشرح هذه المناظر بكل أريحية شرح هذا الموضوع كيف تشرق الشمس وكيف تغرب الشمس وأين تشرق الشمس وأين تغرب الشمس وكيف تعود الشمس كيف تعود الشمس برضو شرح في المقمعة في المقمعة والصلاة وكل هذا سوف نشرحه في وقته هنا أيضاً نعرمر بعد أن قدم هذا المفهوم عبر أيضاً في المقمعة وفي الصلاة عن الحورسين المختارين حورس الأكبر وحورس الزهبي تمام؟ حورس الأكبر وأنا أرى أن حورس الزهبي أبو الهول برضو هو لقب حورس الزهبي وشرحته في بعض الحلقات الإنجليزية في نص في لوحة الحلم لتحتمس الرابع لما بيقوله أبو الهول بيتحدث بيقوله إينك إت إك إينك إت إك I am your father حر إم آخت إينك إت إك حر إم آخت خبري رع أتم ده أبو الهول بيتحدث انتبه لأن كل نص عندي مهم الكلمة عند المصر القديم مهمة جداً يتحدث أبو الهول بيقوله إينك إت إك أنا والدك أنا والدك إينك اللي هو independent personal pronoun ضمير independent إينك إت إك إك اللي هي صافيكس أنا والدك حر إم آخت حورس الأفق يعني أبو الهول بيقول أنا حورس الأفق دي أول اعتراف أول position أنا حورس الأفق اتنين خبري رع أتم خبري سمس الشروق رع شمس الظهيرة أتم بيقوله أنا حورس الأفق أمثل الشمس في أوقاتها السلاسة تمام؟ يبقى هنا عندي اعتراف من أبو الهول نفسه بيقول أنا حورس تمام؟ وحنشرح برضو بعض هنشرح بإسهاب هذا بعدين كيف يكون أبو الهول حورس عبر عنهم هنا برضو حبيت أوريكم هيراكونوبوليس اللي هي في اتفو هنا تمام؟ عبر 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 نعرمر عن حورس الأكبر وحورس الذهبي حورس الأكبر وهو يظهر دائما على السرخ واجف وده كان بيكتب بيها أسماء ملوك الأسر السلاسة الأولى يظهر اسم الملك تحت وحورس من فوق تمام؟ حورس الذهبي يظهر سقر على علامة الزهب في مثلا المقمعة وفي الصلاية عبر عنهم أن التنين فولكن التنين سقر هذه سقر وآتي سقر هذا المنظر من مقمعة اثنى عرمر صلاية اثنى عرمر آدي سقر وآدي سقر يبقى آدي عبر عنهم التنين في هيئة سقر تمام؟ هنا برضو في المقمعة عبر وده مهم جدا هذا المنظر عبر هنا بحورس الذهبي حورس الذهبي يرتقي على هوك خطاف حورس الذهبي يرتقي على خطاف هذا خطاف هذا الخطاف سوف يسل لنا ويشرح لنا بكل سهولة ورتابة لماذا الفتحتين اللي في الهرم الأكبر ليس للهواء يعني كل العلماء قالوا للهواء لا هذا الخطاف سوف نجده في الهرم الأكبر وحوره لكم يعني سوف أظهر هذا الخطاف في الهرم الأكبر لخوفه بيوسل لنا ويشرح لنا لماذا فتحتين اللتين قيل أنهما لإدخال الهواء في قرفة الملك ليس للهواء ده لموضوع آخر ده الهوك حورس الزهبي لكن هذا ليس سكر هذا ليس سكر هذا اللي هو طائر السنونو اللي هو بيسموه يعني الأستاذ الكبير جاردنر لما تحدث عن هذا الطائر قال هو فونو جرامي يعني مقطع صوتي ور عظيم انتبهوا لو سمحتوا أبنائنا الدارسين قال مقطع صوتي فونو جرام ولكن هنا نعرمر يثبت لنا أن هذا ليس مقطع صوتي هذا أيديو جرام هذه صورة تصويرية إذا كان هذا حورس الزهبي لهو ابن إيزيس يبقى هذا حورس الأعظم حورس الأكبر ولذلك هو يقف أمام باب السماء هذا الباب من ضرفة واحدة باب السماء نحن قلنا الشمس بقى لما حنتحدث عن شروقها وغروبها وأنها بتطلع إلى الأفق وتدخل إلى السماء ثم تتنقل من أماكن إلى أماكن هنا هو حورس الأكبر أمام باب السماء هذا بيثبت لنا في نفس الوقت عندما نثبت أن خلق الشمس قد حدث في مدينة الأقصر مقدما يبقى هذا يثبت أن نبابس أن هناك باب للسماء فوق الأقصر تمام بعد ما نشرح ونؤكد ونسهل ونيسل لكم كيف خلقت الشمس وكيف بدأت وكيف تحركت وكل الأمور التي تتصل بخلقها طيب إذا كان هذا حورس يبقى هذا ضائر السنون ضائر السنون اللي هو اللي هو يعني هو أقرب ما نقول زي ما نقول إحنا عندنا في الصعيد عصفور الجنة اللي هو يعني في فورك التيل له يعني ديله متشعب هكذا ما قدرش أعتبر سبرو عندي طائر تاني في اليوم ولي فيها قريب منه اللي هو سبرو اللي هو الطائر العادي العصور العادي اليومي اللي بنشوفه كل يوم لأن هذا الطائر الآخر له معاني غير مقبولة في هذا الواضع ممكن يقول منه منه هو كان بيستخدم بديتين من تيب لكلمة نيجس نيجس يعني سمول بص كده كلمة نيجس سمول يعني صغير لنقص نقص ونيجس زي سين في العربية نقص أو نيجس سمول يعني جليل تمام لكن هذا في هذا الوضع لا بد أن يكون هذا ضائر السنون يبقى هذا السول يفتح باب السماء يبقى هنا في حركة بتحدث ما بين حورس الزهبي ابن إيزيس وحورس الأكبر يبقى بداية حورس الأكبر في السماء هذه أمام الباب يبقى هنا نستفيد أن نعرمر زكرة الحورسين مرة في شكل سقرين في المقمعة ومرة أخرى في شكل سقرين في الصلاية ومرة أخرى في شكل سقر وشكل طائر السنون في برضه في المقمعة هنا بقى هذا المنظر تحدث عنه كيوبل اللي هو مكتشف هذه الآثار يعني كان له مقال في زاس انتهي لي زاس ستة واربعين وسأل الأستاذ الدكتور إرمن أدورف إرمن اللي هو واضع القموس ورتربوخ عن ست العلامات اللي بردي دول قال له دول ستة لاف لأن دي كل علامة بتنطق خا خا يعني ألف وانسوزا قال له دول ستة لاف أسير لأن هم هنأجي للشرح لأن هم قالوا معركة أني معرمر ملك الصعيد قام بمعركة ضد الشمان ووحد القدرين والكلام ده فهو اعتبر دول ستة لاف ستة لاف أسير هنا ده حورص الأكبر في شكل السقر وقادي أول ده يعتبر يا أول يا تاني ظهور لأبو الهول في التاريخ المصري القديم يا أول طبعا كل علماء الأصار قالوا ده كبير القوم في 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 مصف الدلتا وإني حورص الملك في شكل حورص وضع الخطاف في أنفي والكلام ده اللي شرحون يعني أنا أرى هنا لو نظرنا إلى إلى هذا الحورص الأكبر غير قدمه اليمنى إلى زراع إنسان يعني هو بيرسل لي رسالة بيقول لي أنا أقصد بهذا بشر أنا أقصد بهذا بشر وإلا لما يغير قدمه اليمنى إلى زراع إنسان طبعا عايزك تدقق النظر أيضا طبعا لو اعتبرنا هذا قدمه اليمنى ودي قدمه اليسرى القدم اليمنى أصبحت زراع إنسان تدقق النظر في الكف حتلاقيها كف يسار مش كف يمين يعني هنا أوكي ده زراع أهمن طب ده كف يسار ده حتى لو هو حب يلوي زراعه اليمين يعني لو آدي الاعتبر ده زراعه اليمين يبقى حتبقى الكف اليمنى يعني الإبهام حيبقى نحيا دي تمام حيبقى الإبهام من نحيا دي هو عامل الإبهام من الداخل أهلا مسكوا كده الإبهام من الداخل يبقى ده كف يسار هنا سؤال وده سؤال كبير ليه جعل الكف يسار ولا بد أن نجيب عن هذا وسوف نجيب برضو عن هذا في وقته تمام أما بالنسبة للستة لاف أسير كما يدعي أستاذنا إرمن في مقالته لما تحدد جيمس كيوبر قال سألت الدكتور إرمن قال ستة لاف أسير لا لا هم من دون ستة لاف أسير دون ستة لاف سنة وسوف نشرحها في وقتها عرمر أيضا أثبت لنا في بعض مناظر مقمعته العشرة شرح أن حورس الأكبر هذا الذي هو أصله إنسان لأن أصلا عندي كمان منظر تاني في بعض المقابر في وادي الملوك مركب الشمس تسير ويخرج عليها هذا الشيطان الذي أراد أن يوقف مسيرة الشمس ولكن هناك يد بشرية حملت الحبل وأخذت الشمس إلى بر الأمان هي نفس هذه اليد يبقى هذا الحورس الأكبر حورس الأكبر إنسان تمام؟ بيقول هنا أنا عرمر بيشرح لي أن هذا الحورس الأكبر للبشر هو الذي خلق الشمس كيف يكون هذا؟ إزاي يعني بشر يخرج الشمس؟ يبقى معنى هذا هذا الحورس يبقى في مكانة مقدسة كبيرة مكانة مقدسة كبيرة وعنده من القوة المقدسة أنه يفعل هذا خلقها بحركات معدودة بقدميه وأصابع قدميه انتهت بتكوين المزبح الشمسي اللي من بنراه آخر الحركات في خلقه للشمس انتهت بتكوين دائرة باخ المربع اللي هو بنسميه الاسطايل أو الاسطايل بتاع الهليو بيليتن عين شمسي باعتبار الشمس اعتبارها يخلق في شمس في موضوع آخر هو يقصد بهذه الدائرة الشمس وأربع علامات حتب حتب يعني رضا رضاء أو أمان يعني الشمس أو سلام وكأنها إشارة أن الشمس سلام خلقت للسلام وللأمان وللرضا دي آخر ما خلقه آخر حركة من حركاته وهذا المنظر أو هذا الألتر موجود في معبد نيئو سرع في أبو غراب وكرره والجمال اني تحتمس التالت كرره في الأخ منو في معبد الكرنك برضو ما فيه علاقة برضو يعني فرم من الأسرة الخامسة نيئو سرع لغاية الأسرة 18 لما يجي تحتمس التالت يكرر هذا المنظر الثاني يعني في معبد الكرنك تمام ده خاص بالشمس وأصله دائرة داخل مربع وسوف نشرح كيف كانت هذه الحركة كيف تكونت هذه الحركة دائرة داخل مربع ومن وحي هذه الحركة أن الدائرة داخل المربع لو نظرت بمدخل الأخ منو في معابد الكرنك تجد بدايات المدخل أعمضة مربعة والأعمضة المدورة من الداخل يعني هو نفس يعني هي نفس الرسالة عاوز يقول لك الدائرة داخل المربع فهو حوض كل الأخ منو صالة الاحتفالات بأعمضة مربعة ومن الداخل أعمضة مدورة وبرضو هنشرح في هذا كثير هنا بيقول برضو يعني من شرحنا في هذه في الصلاة والمقمعة فهو هذا الطراس اللي هو الطراس الهليو بيليتن كل دائرة داخل مربع وتكريما وتقليدا وتيمنا لحركة أصابع الأقدام شو منتظر المصري يعني لا يترك أي شيء غلفت بعض أصابع أقدام بأغماد الذهب مثل قدمي تتعنخامون يعني الأصابع بتاعت أقدامه غلفت بالذهب يعني وكأنها رسالة لا بد أن تفكر لماذا أنا غلفت هذه الأصابع أصابع قدمي بالذهب التوز في صندل من الزهب وربما أيضا حركاته بالقدم قد تفسل لنا الفصل 42 من كتاب الموتة اللي بيقول فيه أصابع قدمي هي أصابع أقدام السقور الحية الفصل 42 من كتاب الموتة بيقول أصابع قدمي هي أصابع أقدام السقور الحية يعني أنا حورص الأكبر أصابع قدمي هي أصابع أقدام السقور الحية أي كل ملك يأتي من بعدي ويأخذ مكاني كأنه حورص بما أن حورص وأقبر وحورص الزهبي من ألقاب الملك الخمسة تنساش حورص الأكبر وحورص الزهبي من ألقاب الملك الخمسة أن الملك الذي يقوم مقام حورص أصابعه مثل أصابعي يجب أن يقوم مقامه يعني يفعل ما أفعلته الله اللي هو ظهر لنا فيما مستقبل في أعمال الرنينج الجري في الحبسد وحنشرح الحبسد برضو هنتحدث عنه أيضا غلفت كأصابع أقدام توت عنخ أمون وقد يفسل لنا أيضا لماذا علامة العنخ تمثل رابط للصندل يعني ليه علامة العنخ خلوه إبزيم للصندل يعني هو ليس المقصود الصندل ولكن مقصود القدم اللي في الصندل يعني نشوف علامة العنخ معناها حياة وكأن هذه الشمس التي خلقها بقدمه وبأصابع أقدامه كما سوف نشرح يعني سنشرح بكل رتابة إزاي خلق وسوف نعطي علامات هيروغريفية ونفسرها لم يفسرها العلماء إلى الآن تمام؟ إزاي هذه العازل هذه العلامة هي مصدر الحياة لأن الشمس مصدر الحياة لم أبقلك هو وضعش وضعش الدائل التي تمثل الشمس بين أربع علامات حتب سلام ورضا يعني إن الشمس خلقت للسلام ورضا الآدميين تمام؟ لماذا هذه العلامة عنخ في الصندل؟ لأن الحياة بدأت من الشمس اللي خلقت بأقدامه تمام؟ أيضاً هذا برضو قد يفسر لنا ليه دائماً في أميوليت على شكل قدم انتشرت في التاريخ المصر القديم يعني أميوليت على شكل قدم كانوا يعلقوها على صدورهم ووضح لنا أيضاً عرمر في مقمعته وصلايته أن خلق الشمس يمتد على مساحة كبيرة تبدأ من التلال المباركة بالبياضية التلال المباركة اللي هم من دول بص كده انظر إلى هذه التلال دولة يمثلون ثلاث تلال في جبل البياضية الذي يعتبر الحد الشرقي لمدينة الأقصر يعني إذا اعتبرنا جبل القرنة الحد الغربي لمدينة الأقصر دولة في الحد الشرقي لمدينة الأقصر مدينة البياضية تقع شرق مدينة الأقصر في حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو متر انظر يمتد من الجنوب إلى الشمال من الأولى إلى الثانية المساحة متسعة من الثانية إلى الثالث المساحة صغيرة هذه كما قلنا في جميع البلورا اللي هون هي يكرر سوف تجد المساحة بين الأول والثاني أكبر وبين الثاني والثالث أصغر من هذا المنوات وصلنا أن خلق الشمس يمتد من مساحة كبيرة تمتد من التلال المباركة في البياضية المقدسة هنا من شرق الأقصر تمتد إلى معبد الكرنك يبقى الخلق يمتد من هذه التلال إلى معبد الكرنك إلى قمة جبل القرنة إلى قمة جبل القرنة اللي هي اسمها تاديهنت تمام؟ هذه قمة جبل القرنة على شكل الهرم وده هو السبب الوحيد لاختيار وادي الملوك للمقابر هذا هذه القمة هي السبب الوحيد لاختيار ملوك الدولة الحديثة منطقة وادي الملوك كمقابر هذه البيك ووضح لنا هذا المنظر سوف نجده في المقمعة وسوف نجده في الصلاية وسوف نشرح لكم أين هذه القمة القرنة في الصلاية وفي المقمعة في حينه ثم يصور لنا نعمر بعد أن تم خلق الشمس وتعيين مساحة السرخ على الأرض والشروق الأول حتى الغروب الأول وبعد أن أرسى حورس الأكبر منظومة تعمل يوميا لشروق وغروب الشمس المصر القديم بيتحدث عن الشمس كأنها جهاز انتبه المصر القديم من قوته ومن علومه التي لم يستطع أن يصل إليها أحد يتحدث عن الشمس كأنها جهاز جهاز له بداية وله نهاية وله مفتاح ومتى يبتدئ ومتى ينتهي تمام حتى الغروب بعد أن أرسى حورس الأكبر منظومة تعمل يوميا لشروق وغروب الشمس ارتفع حورس إلى السماء من فوق قمة القرنة يعني حورس هذا البشر بعد أن خلق هذه الشمس ارتفع إلى السماء من فوق قمة القرنة ووضح لنا نعمر وسوف نشرح كيف ارتفع على قمة القرنة من هذه المقمعة ومن مناظرها هنا نعود بقى آخر سيكشن معايا تفسير أساتذتنا العلماء لمناظر المقمعة والصلاية يعني ماذا قال الأسريون بداية من الأستاذ جيمس كيوبل فلندر زيبتري وكل الجيل الأول حتى هذا الجيل الذي نعيش نحن فيه ماذا قالوا عن تفسير مناظر الصلاية والمقمعة هناك سلاسة تفسيرات يعني على مر التاريخ التاريخ الآثار والحفائر تلف تفسيرات التفسير الأول وده معظم الأسريين يعني أننا عرمر باعتباره ملك مصر العليا يعني اعتباره ملك الجنوب أني كانت مصر غير متحدة كان الجنوب في حال والشمال في حال فهو قام بمعركة وغز الشمال وانتصر عليه وعمل اتحاد بين الشمال والجنوب تمام؟ كنت فكرين وإحنا صغار في السن كان يعلمون مين الذي وحد القدرين كنا نقولها بضحك يعني باعتبارك سؤال من الذي وحد القدرين؟ كنا نقول مين هو الذي وحد القدرين باعتبار مين هو اسم الأثمان العرمر ولكن في رأيي كان هذا غزو فكري هذا كان غزو فكري لنا في صبانا ليه؟ لأنه أراد أن يعطيك من صغرك أن مصر ليس بلد واحدة يعني مصر متفرقة يخلق في عقلك هذا لما تحدث عن هذا المنطوق هذا المفهوم مين الذي وحد القدرين؟ يبقى أنت تطلع من صغرك آه مصر كانت بحري وقبلي مصر كانت دولتين وتوحدت هذا كلام غير مقبول علميا يعني بعد ما نشرح سنوضح هذا ولا سيما الفريق الألماني اللي أعاد اللي أعاد إجزيجيفيشن وحفائر في المقبرة يوفي في أبيدوس وصل إلى معلومة وإن كان كم من الأسرين لا يقبلها أن مصر كانت موحدة سياسياً وستراتيجياً قبل أن نعرمر بمئة وخمسين سنة ودي معلومة أسرية يعني الفريق الألماني أعاد حفائر في المقبرة يوت مين في أبيدوس وصل أن هناك مصر كانت موحدة سياسياً مئة وخمسين سنة على الأقل قبل أن نعرمر ده بيؤكد نظريتنا هنا لأن المقمعة والصلاية لما نشرحها بعيدة عن هذا التفسير خالص لا تتصل بكلمة معارك ولا قتل ولا الكلام بكل بعيد عنها ده تفسير وبعدين قام بتوحيد مصر الجنوج وشمال مصر أسفل بحث وحد يعني بحيث مثلا الصعيد بلد والبحر بلد هذا غير موجود في مصر بالمرة الصعيد وبحر كله أحد ومصر بلد واحدة منذ أن خلقت التحمت هذه الفكرة كما قلنا مينة الذي وحد القدرين تفسير التاني بيقول منازل المطمع والصلاية تمثل تقوص عيد السد الحب سد ده بيحتفل بيه كل ملك لما بيغلق يبلغ من العمر 30 سنة يعني عشان يصر أنه مازال قوياً في الحكم وأنه مازال يستطيع أن يحكم أكثر ده فريق الفريق التالت يرى أن المشاهد كلها في المقمع تشبه القوائم المختصرة الموجودة في الحجر بليرمو ايه يعني الكلام ده؟ يعني تسجيل تقوص كل سنة من سنوات الحكم يعني سنة من سنين عرمر هو بيسجل أنا عملت كذا وكذا 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 بعد هذه المقدمة سوف يكون حديثي في سلاس نقاط كذا احنا دي كلها مقدمة عن الصلاية والمقمعة ومعنى كلمة الصلاية ومقمعة وفين وجدوا ومين وجدهم هنا حديثي القادم سوف يكون في سلاس نقاط واحد اظهار آراء الأسريين المختلفة في مناظر المقمعة والصلاية يعني هنوريكم ايه قالوا الأسريين شرحوا قالوا ايه في هذه المناظر منظر منظر يعني ماذا قال فلان هنا وماذا قال فلان هنا ليه لابد ان نشرح ماذا قالوا حتى اذا قمنا بنقد هذه الاراء نضع الاراء التي وجدناها من بحثنا والثانية هو نقضي لهذه الاراء يعني سوف انقض هذه الاراء يعني كمثال اديكم مثال بسيط لو رجعنا الى هذا المنظر دول بيسموهم ادباء حورس فول ورز وفورس ادي اربعة و ادي اربعة هم هم الاربعة ولكن هناك فرق كبير ده في الصلاية وده في المقمعة وده في الصلاية تمام ده في المقمعة وده في الصلاية في فرق كبير بينهم جدا دولة الاربعة دول بلانتت في الارض دول رسين في الارض يعني الاربع صواري في الارض دول مرفوعين من الارض ده سؤال لابد ان يجد اجابة ليه دولة وكفين سابتين ودول متحركين حاجة تانية مثلا مهم لما نبص هنا هنا بدأ هنا دولة يمشوا من اليسار الى اليمين طبعا انا شرحت قبل كده وكررت ان في الهيروغليفية ايابت الكلمة ايابت شرق او يسار شرق او يسار امنت غرب يمين وممكن تكون غرب يبقى هنا لابد ان نتبع المنظر او اتجاهات المنظر ذاته مش اتجاهاتي انا كناظر للمنظر لا اتجاهات المنظر يعني هذا المنظر هو بيمشي يسير من يساره الى يمينه دولة في المقمعة يسير من يساره الى يمينه يعني من شرقه الى غربه تمام؟ ولكنه سابد يبقى عاوز يقول لي فيه حركة هنا فيه رسالة من الشرق الى الغرب ضعيب هنا من الغرب الى الشرق عاودة يبقى فيه حركة بين المنظرين يعني بيسيّل لنا حركة حاجة تانية مختلفة هنا وان كان بدأ بالجاكال هنا انزة تب الجاكال هنا بدأ بحورس والتاني الجلوبيل الشكل البيضاوي ده هنا خلاف الآخر والثالث حورس حورس هنا خلاف الثالث والرابع الجاكال اللي هو الانبلم بتاع بتاع بلدة أسيوت فاتح الضرق وبووات والقلوب يرى الشكل والشكل البيضاوي يعني اختلاف كبير ليه يبدأ هنا بهذا بالجاكال وهنا يبدأ بالصاك تمام؟ اختلاف كبير بينهم طبعا ده فيه نقدنا لما هننقض يعني وحنشرع ازاي دولة ستة لاف مش ستة لاف أسير دولة ستة لاف سنة تمام؟ ستة لاف سنة وشوف هذا الرجل اللي قيل عنه بعض يعني اعتبره وزير وبعض اعتبره كاهن أكبر عشان لابس اللي برد سكن برضو شايل اتنين من دول طيب يعني هو إذا اعتبرنا على قول لو اعتبرنا على قول أستاذنا إرمن أظهر في إرمن دول ستة لاف أسير مثلا يبقى ده شايل ألفين أسير فاهمين عزيزيك؟ يعني دول ستة لاف جال أسير ضبط ما شايل اتنيني يعني شايل ألفين أسير لا دول ستة لاف الحركة دي العامة دخل ستة لاف سنة العامة دخل ألفين سنة تمام؟ بعد ما نقدم هذا الناقد حنبتدي نفسر نضع التفسير طبعا أنا لا أضع التفسير كله اللي وصلت له في بحسي سوف أضع شيء بسيط يعني سوف أعضف ليفور بحيث أوريك مثلا إن كان هذا خطأ ليه مثلا يعني أشرح بهدو ليه دول مش ليه دول مرتفعين وليه دول في الأرض وليه دول ستة لاف سنة وما معنى أنه يضع فيه وما بيقوله هذا الهوك حضع الفوك السنارة يعني حطي السنارة في أنفه يعني هو ليس في أنفه أصلا سوف نشرح لا ده ليس في أنفه ده موضوع تاني ده تفسيري طبعا مثلا سوف لا أضع كل تفسيري ولكن تفسيري أضعه في كتابي إن شاء الله الذي يعني أرى أن هذا العام إن شاء الله ينشر وشكرا لكم هذا وبالله التوفيق وشكرا لكم ونلقاكم في الحق القادمة غريبة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر